ترجمة نانسي قنقر 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 وموظفو حلبة البحرين الدولية كل في موقعه ساهموا إلى جانب العاملين في مختلف قطاعات المملكة في رسم لوحة وطنية سمت بين ملامحها نوعية الأدوار المشرفة التي أداها المنتمون لديرتهم بوقوفهم كصد منيع أمام متحورات الفيروس ومحاربته بلا هوادة بالشكل الذي يكفل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء والله العظيم أنه اليوم يوم فخر لنا جميع نحن كموظفين حلبة البحرين الدولية اليوم نحن كحلبة البحرين الدولية ونفس ما أنت شايف ليس فقط رياضة سيارات فنحن اليوم صرنا الرغم الأصعب في التنظيم على مستوى مملكة البحرين والمنطقة والعالم فهذه التكريم وسام عز يضع على صدورنا ويعطينا دافع أننا نقوم بإنجازات أكثر ونقول للقيادة الرشيدة نحن جاهزين لكم في أي وقت الله وسام فخر نفخر في جميعا في البحرين ويعني يجعلك يتبذل مزيد من الجهد والعطاء لهذه الوطن الغالي إن شاء الله أحب أشكر سمو الأمير الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أسمو الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة على تسليمنا هذا الوسام وحب أشكر حلبة البحرين الدولية لتأهيهتها الأجواء المناسبة حق التنظيم ولنا الفخر والاعتزاز كل شيء قدمنا وهذه مثل ما يقولون البحرين تستاهل كل خير والله فخر وقمة سعادة انتابت من نالوا شرف التكريمي نظير إخلاصهم فهم من نذروا أنفسهم وجابوا الوقت بالسيف ليقطعوا دابر الوباء على أن يولي هاربا في قريب من الأيام عاجل وكغيرهم من أبطال الخطوط الأولى المتواجدين في عديد المجالات الحيوية في البحرين جاء تكريم ما يزيد على 350 من العاملين في حلبة البحرين الدولية بوسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي ليضعوه على صدورهم ويكونوا ماثلاً أمام عيونهم لبدل المزيد من العطاء تجاه وطن يستحق لتلفزيون البحرين محمد رشدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر